السلام عليكم تابعوا معي كيفية قراءة إحداثيات نقطة على الشكل ناخد هذه النقطة A إذن إحداثيات النقطة A إذن لقراءة الفاصلة نسقط النقطة A على محور الفواصل نحصل على X تساوي 20 ولقراءة ترتيب النقطة A نسقط النقطة A على محور الترتيب نجد Y تساوي 10 إذن إحداثيات النقطة A هي 20 لاحظ ناخد نقطة أخرى مثلا ناخد النقطة B إذن الإحداثيات كما تلاحظون إسقاط على محور الفواصل تطينا 10 الإسقاط على محور الترتيب نجد 15 إذن إحداثيات النقطة B هي 10 15 مثلا ناخد النقطة C على محور الفواصل الفاصلة A تساوي ناقص 15 والترتيب Y يساوي 5 نلاحظ إحداثيات C ناقص 15 5 ناخد نقطة أخرى مثلا نقطة D إذن إحداثيات هذه النقطة الإسقاط أولا على محور الفواصل ناقص 20 على محور الترتيب ناقص 15 إذن الإحداثيات هي ناقص 20 ناقص 15 ناخد نقطة أخرى ناخد النقطة B إحداثيات تكون 20 ناقص 9 أتمنى أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم من حول الفواصل من حول التشاؤل